وصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي للاستماع إلى عدد من الوزراء استمعت اللجنة خلال النصف الأول من اليوم إلى وزراء الصناعة وقطع الأعمال العام والإنتاج الحربية كما تستمع اللجنة في الجلسة الثانية من اجتماعات اليوم إلى وزراء النقل والطيران المدني والسياحة والأثار بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية